تبقى الجبهة الشرقية لتعز أكثر الجبهات اشتعالة حيث ارتفعت وطيرة المعارك بعد سيطرة الجيش اليمني على منطقة الكريفات الجبلية الاستراتيجية أهمية الكريفات عسكريا تكمن في أنها تطل على تلال المقرم والجعشة والسلال باتجاه الشمال الشرقي المشرف على الطريق المؤدي إلى المدخل الشرقي لتعز كما أنها تشرف على ضحية الحوبان باتجاه الجنوب بعد السيطرة على الكريفات تقدم الجيش إلى محيط ثلتي السلال والجعشة ليسيطر بعد معارك خاطفة على المباني أسفل تبة السلال تحت غطاء ناري من قواته المتمركزة في مرتفعات الكريفات بالتزامن مع هذا التقدم معارك جديد في منطقة جولة القصر على الطريق الرئيسي بين التعز وضحية حوبان وعلى الجبهة الغربية لتعز نجح الجيش في السيطرة على تبة السوداء والتقدم باتجاه جبل المنعم المطل على المدخل الغربي للمدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر